مرحبا بالفيديوهات السابقة درسنا بالتفصيل دارة التقويم نصف الموجي وحديث الطور شفنا كيف كان شكل الخرج وكيف قدرنا نقوم التيار باستخدام دايود واحد عن طريق حسف النصف السالب من موجة الدخل بس يا ترى هذا الشي ما بيقلل من كفاءة الدارة اكيد بيقلل مع النصف السالب من الموجي ياللي انحزاف نحن مكون نخسرنا نصف استطاعة المنبأ ولهذا السبب دارة التقويم نصف الموجي استخدامها قليل بالتطبيقات العملية لحتى نحل هاي المشكلة بنستفاد من كامل استطاعة المنبأ رح نستخدم دارتنا جديدة اللي هي دارة التقويم موجي كاملي وحديث الطور غير متحكم بها او تستمع بدارة التقويم الجسري تجي على هذا الشكل وتكون مؤلفة من 4 دايودات واغلب الدارات العملية بتستخدم دارة التقويم الموجي الكاملي وليس نصف الموجي نظرا لكفاءة العالية وشكل هذا الجسر ضمن الدارة العملية بنشوفه اما عبارة عن 4 دايودات منفصلي او مدمجي مع بعضها ضمن غلاف واحد عهذا الشكل هون نبدأ بدراسة دارتنا خرج هاي الدارة رح يكون عالشكل التالي ملاحظ انه كامل موجة المنبأ تم تقويمه وما في اي جزء منه تعرض للحزف وبالتالي استفدنا من كامل استطاعة المنبأ خلونا نشوف كيف صار هذا الشي نبدأ بالنصف الاول من موجة الدخل اي خلال النصف الموجة بتكون قطبيط المنبأ متل مشايفين عالشكل موجة من فوق وسالب من تحت فالتيار بمر من هذا الشكل ويكون قدام خيارين اما الدايود D1 او D4 وسيمر عبر دايود دا 1 لان دا 4 موصول بشكل عكسي ويتابع التيار على الحمل حتى يصل لعند الدايودين D2 و D4 هون الدايودين موصلين بشكل امامي فاي واحد منهم رح يمرر التيار اكيد مو دا 4 ليش لان دا 4 الكفد تابعه موصول على القطب الموجة من المنبأ تالي فهو بحالة انحياس عكسي أما D2 فالكثد هم موصول مع القطب السالب للمنبع وبالتالي فهو بحالة انحياز أمامه هو الدايود اللي رح يمر فيه يعني خلال المجال من صفر لبي الدايودين D1 و D2 هنه اللي رح يكونوا بحالة انحياز أمامه وهيك رح يكون مسار التيار ضمن هذا المجال أما خلال المصف الثاني من الموجي يعني ضمن المجال من بي ل 2 بي فبتنعكس قطبيط المنبع وبصير عندنا الدايودين D3 و D4 هنه اللي بحالة انحياز أمامه أما مسار التيار فبكون على هذا الشكل من المنبع على الدايود D3 الحمل ومسمى D4 ومسمى على القطب من المنبع ملاحظ انه ضمن دور الكامل من موجة الدخل فضبيط الحمل مدغيرت ونقطة المهابت المشتركة كانت دائما موجبة بينما نقطة المصاعد المشتركة كانت دائما سالبة وبالتالي حصلنا على هذا الخرج المستمر أما بالنسبة لتيار الحمولي هون وباعتبار انه هاي الحمول هي حمولة عومية فبكون عنا شكل التيار المقاوم نفسه شكل الجهد المقاوم وبيختلف عنه بالقيمة فقط وعن طريق نمزجة الدارة فينا نركب الأفكار السابقة مع بعضها ونفهم تماما كيف بتشتغيل هاي الدارة مثل ما قناع عنا منبع متناوب واربع دايودات اللي هي بتشكل جسر التقويم والخط الأخضر هون بمثل تيار الحمل أما الخط الأزرق في ممثل الجهد المقاوم عن التشغيل الدارة منشوف كيف عملية تبدين ما بين عمل الدايودات كيف يشتغل الدايود دي واحد وداي اثنين خلال النصف الأول والدايودين دي ثلاثة وداي أربعة خلال النصف الثاني كمان منلاحظ انه قطبيط المنبع ما عم تتغير وعم تضل جهة التيار سابتي على الحمل وهيك منكون عرفنا ما بدأ عمل دارة التقويم الجسرية ترجمة نانسي قنقر